الأبعد من مدى صواريخ الحرس الثوري الإيراني نحو قرى ومقرات أحزاب المعارضة الإيرانية شمال العراق الأبعد ما يلوح به محذرون حول ما هي المرحلة المقبلة التي تنوي طهران تحقيقها على طول الحدود الإيرانية العراقية سيما مع مطالبها من بغداد والتي حملها كما تؤكد وسائل وعلامية زعيم فيلق القدس إسمائيل قآني في زيارته الأخيرة لبغداد تدور حول فلك مسك الحدود من قبل الجيش العراقي بدلا من البشمرقة وخطورة الملف الأمني في تأمين الحدود تنبع من تحليلات أمنية تفيد بنوايا إيران في إزاحة البشمرقة عن المشهد الحدودي ما يتيح لها تصرف بانتهاك أوسع في المناطق المحاذية لها وبعيدا عن ردود فعل بغداد الرسمية التي جاءت بالإعلان عن تنفيذ أربع نقاط في خطة إعادة نشر القوات الأمنية على الشريط الحدودي تتحدث الخبرة العسكرية بلغة التحذير لما لقرار استبدال البشمرقة من فرصة لإتاحة الانتهاكات الأمنية الإيرانية أو التركية على حد سواء سيمان البشمرقة الأكثر ضلوعا في معرفة طبيعة وجغرافية وديمغرافية السكان المقيمين في المناطق القريبة من الحدود حتى وإن كان منهم المعارضون للنظام الإيراني من الأحزاب الكردية المستهدفة أو تلك التي تتعرض للقصف الإيراني المستمر مطالب ثقيلة العيار تريدها طهران مثل سحب سلاح المعارضة لها وتفكيك تجمعات القوى الكردية الإيرانية وهو على ما يبدو بحسب خبراء نفق جديد من التوتر الذي لن يكون سهلا في حال دخول الحكومة العراقية فيه سيمة مع ما يتم الحديث عنه من استبدال قوات البشمرقة التي يأتي تواجدها ضمن اتفاقات دستورية بين حكومتي المركز والإقليم فيما الحكومة المركزية التي تؤكد الانتشار العسكري ضمن خطة محكمة تحتاج إلى جهود دبلوماسية لفرض سيادة البلاد أمام الانتهاكات والمبررات الإيرانية والتركية على حد سواء والتي ظهرت في الهجمات الأخيرة بما يعني تعاملا أحدية الجانب لا تكثرث الدولتان لسيادة بغداد ولا تلقي أذنا صاغية لها اشتركوا في القناة